ولأن الحقوق مرتبطة باستقرار الوضع الاقتصادي في رأس الهرم بالعاصمة بغداد تنشغل الدوائر الدبلوماسية والسياسية بتقليب صفحات ملف الدولار الداخلية والخارجية وترتيبات الساعات الأخيرة للتعديل بزيارة رئيس مجلس الوزراء محمد الشاعة السوداني إلى واشنطن على رأس وفد رفيع الأسبوع المقبل فيما تقول المصادر المطلعة على خفية الترتيبات أن جميع الأمور ذاهبة نحو تهديئة عجلة صرف الدولار وعلى ذكر الصرف قال السوداني أن وضع العراق المالي في أفضل حالته مطمئنا للمواطنين بأن الدينار هو الأقوى وفيما لفت إلى أن كل الاحتمالات واردة في تعديل سعر الصرف الذي سيبحث موضوع تقلباته خلال زيارة وفد عراقي حكومي إلى واشنطن قريبا